مما لا شك فيه مما لا شك فيه انه الشعب المصري عنده مشكلة زيادة اسعار حلو كده مما لا شك فيه ان فيه عندنا تضخم وزيادة اسعار بالاضافة الى التجار الجشعين اللي ممكن يكونوا بيزودوا كمان في السعر زائد انه هو فيه زيادة في الاسعار بشكل عام ومما لا شك فيه ايضا ان هزيادة تضخم وزيادة الاسعار موجودة في كل حتة في العالم حيكون شايف دي حد دلوقتي خارج جمهورية مصر العربية ويقول لي ايوة يا اشرف بس احنا عندكم انتو الدخل معرفش كذا وانتو الاسعار عندكو كذا ايوة عندك حق يا فندم نعم لانه كل دولة وليها ظرفها كل دولة في العالم اللي عندها تضخم وعندها زيادة اسعار بتختلف من دولة الى اخرى دولة فقيرة او دولة نمية او دولة متقدمة تكنولوجيا او دولة سياحية او او دولة حضرتك بترولية او دولة بتختلف امريكا ومشاكل اللي هي الدولة العظمى والاقوى عسكريا واقتصاديا واحد او اكيد او دولة او دولة موجودا في اي دولة進ش ولكن هو التحدي واحد أن فيه زيادة أسعار والسادة المواطنين المصريين اللي ممكن يكونوا في جميع أنحاء العالم يقدر يتواصل على السوشيال ميديا يعني ويقول الدولة اللي هو موجود فيها زيادة الأسعار في إيه؟ في القربة؟ في الغاز؟ في المنتجات الغذائية؟ في أي حاجة؟ هي المشكلة واحدة وزيادة الأسعار واحدة ولكن بتختلف بقى من دولة لدولة إيه اللي اختلاف من دولة لدولة؟ والشعب ده يستحمل قد إيه؟ والشعب ده يقدر يقدر أنه يتغلب على هذه المشكلة قد إيه؟ وقد إيه حجم المشكلة والتحدي قد إيه حجم المشكلة والتحدي في زيادة الأسعار أو زيادة الضدخم في القرى الأرضية كلها بتفرق حضرتك أنت هنا دولة عندك اكتفاق ذاتي من المواد الغذائية ولا لا يعني عندك بتزرع وبتأكل شعبك كل المنتجات الغذائية والدواجن بقى مثلا واللحوم وقع عندك اكتفاق ذاتي وبتقدر تصدر ولا بتستورد بتفرق بقى من دولة إلى دولة من شعب إلى شعب ومعادنات الشعب ده ومعادنات الشعب ده بزيادة الأسعار أي حاجة أنت دولة حضرتك عندك اكتفاق ذاتي من المنتجات اللي بيستخدمها المواطن بتاعك في أي دولة في العالم طول السنة منتجات تكنولوجية منتجات قهربائية منتجات حضرتك مش عارف أي حاجة أي منتج حضرتك بتشتريه يا مواطن يا اللي موجود في الكرة الأرضية عندك الدولة اللي انت عايش فيها دي عندها اكتفاق ذاتي وعندها صناعة وعندها اكتفاق ذاتي وبتصدر وبيدخل لها دولارات ولا بتستورد وخصوصا بتستورد مثلا المنتجات الخاصة في اللي هي بتخش في التصنيع في تصنيع حاجة معينة انت عندك مثلا القلم ده انت بتصنعه فانت عندك الحتة الحديدة دي وعندك البتاع اللي جوه دي اللي هي بتبقى معرفش طالع منها مش عارف السن بتاع القلم وعندك البلاستيك ده فانت حضرتك المنتجات اللي بتخش في تصنيع وتجميع هذا القلم انت عندك في بلدك بتصنع ده وبتصنع الغطة والحتة التوكة دي النحاس دي ولا ولا بتستورد الحاجات دي وتجمعها عندك عندك اكتفاق ذاتي من المنتجات اللي بتشتريها الشعب بتاعك ولا بتستورد كتير ولا بتصدر كتير تفرق هنا من دولة لدولة يبقى اول حاجة ايه؟ الزراعة تاني حاجة ايه؟ التصنيع انك بتصنع وعندك اكتفاق ذاتي وبتصدر اكتر ما بتستورد تالت حاجة حضرتك في كل دول العالم عندك اكتفاق ذاتي من الطاقة ولا لا يعني عندك بترول عندك غاز عندك سولار عندك مازوت عندك عندك طاقة نظيفة عندك عندك ايه؟ بتولد تهربة ولا بتستورد تهربة؟ كل ده بيخلي بيبقى فيه فرق ما بين دولة واخرى يجعلك هل انت عندك اكتفاق ذاتي للموضوع الطاقة ده بشكل عام وبتصدر؟ ولا بتستورد اكتر؟ وبتفقد دولارات اكتر؟ هم التالت حاجات دول تقريبا الاساسيين يعني لما تيجي تقعد تفكر يا مواطن يا مصري التضخم وزيادة الاسعار وتعمل فرق وبتحاول انك انت بتتكلم وتتناقش مع اي حد حتى لو اهل بيتك وتتناقش معاه في موضوع ومشكلة وتحدي زيادة الاسعار وتضخم الكتير والدولة يعني يبا ها حاول تفكر في التالت حاجات الاساسية دي وتعمل مقارنات ما بينك وما بين اي دولة واي شعب بالاضافة طبعا لمستوى على مستوى العالم هل انت عندك سياحة قوية ولا لا في دول المصدر الرئيسي للدخل بتاعتها هي السياحة عندك سياحة طول السنة وبتدخل دولارات كتير من السياحة واليورو ولا لا ده واحد من المصادر الدخل لاي دولة في العالم برضو مهمة جدا دولة المصرية حضرتك دوسلت دلوقتي الحمد لله السياحة راجعت تاني وصلنا لحوالي 14-15 مليون ساقح عايزين نوصل لـ 30 مليون ساقح بإذن الله تعالى بزيادة الغرف الفندقية بزيادة الكراسي الطيران اللي بييجي مصر عشان يجي يزود أكتر وهكذا فالعامل الرابع وهو ايه السياحة اللي موجودة في البلد دي أو غيرها عندك سياحة ولا لا بدخلك دولارات ولا لا مصادر أخرى بقى للدخل أيا كان بقى عندك بتصنع حاجات زرية عندك بتصنع حاجات حربية كل ده بقى كل دولة وعندها الإمكانيات بقى الخاصة بيها اللي هي مصادر الدخل مصر مثلا عندها الدخل الخاص بقناة السويس واحد من أهم ممرات التجارية الملاحية في العالم ولما تقعد تقرأ عن قناة السويس والمجهود العظيم للمصريين اللي عملوا الاتجاه التاني والفرع التاني لقناة السويس والمنطقة الصناعية لقناة السويس اللي عملتوها حضراتكم بأيديكم يا مصريين في خلال سنة واحدة تعرف قد ايه المشروع ده ناجح بعض التصريحات بيقولك الساعة الواحدة بمليون دولار وكانت بتدخل أربعة مثلا وشوية مليار دولار دلوقتي بشاء الله دخلين على عشر مليار دولار فأنا برجع تاني مصادر الدخل بتاعة الدولة بتاعتك عشان تحسب هي الدولة دي ايه مصادرها بتستورد قد ايه بتصدر قد ايه بتخسر دولارات قد ايه عندها ونقص دولار ولا لا كل ده بيخش في تقييم الشعب ده بيعاني من التضخم وزيادة الاسعار قد ايه والشعب ده بيعاني بالتضخم وزيادة الاسعار اكتر بس بسيطة بسيطة جدا بحاولة بسط الحياة جدا بس بس انت ركز في اللي انا بقوله ده هتلاقيه هو ده الصح هو ده الحقيقة دي الحقيقة دي الحقيقة اللي احنا عايشينها مش يا شعب مصري بس لا في كل دول العالم وطبعا حضرتك الدولار هو المتحكم في كل اللي انا عمال اقوله ده كل اللي انا عمال اقوله من اول الحلقة والتضخم وزيادة الاسعار ومقارنة دولة باخرى هو انت عندك دولار ولا لا بتعرف تصدر وتصنع وتصدر ولا لا بتعرف تأكل نفسك ولا لا بتعرف بتعرف وهكذا لان اقوى دولة في العالم عسكريا واقتصاديا هي الولايات المتحدة الامريكية واعتدنا في السنوات الماضية كلها على ان الدولار هو عملة التبادل التجاري بين جميع دول العالم وللأسف الشديد مش بس عندنا تضخم وزيادة اسعار لا كمان الولايات المتحدة الامريكية بتزود الفايدة فتخلي كل المحافظ الاستثمارية في كل حتة في العالم الدولار يروح لها هي وما يستثمروش في اي دولة دي فايدة عالية جدا عمره ما الامريكان عملوا فايدة كبيرة جدا فبيحصل ايه انتقار الدولار في كل حتة في العالم لنها تروح امريكا تاني ما انت قريدي اقوى دولة في العالم ما انت قريدي اقوى اقتصاد في العالم ولكن هو ده اللي بيحصل او هو ده اللي حصل